اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لون القرص الذي يظهر الاشياء التي تذوب بالحرارة هنا يا للذوب بالحرارة اللون القرص الصغير اللي تحتها هنا الصحن لا يذوب بالحرارة الشوكولاتة هل تذوب بالحرارة؟ نعم اذا اللون هنا الزبدة تذوب بالحرارة؟ نعم هل الخبز يذوب بالحرارة؟ لا مثلجات لا كريم يذوب بالحرارة؟ نعم اذا اللون هنا لون الأجسام المصنوعة من الخشب بالبني والأجسام المصنوعة بالبلاستيك بالأزرق إذن البلاستيك بالأزرق والخشب بالبني المستارة بلاستيك إذن بالأزرق اللونة بالأزرق الباب بالخشب إذن بني السلم السلم من خشب إذن بالبني أقلم ولونها من خشب إذن بالبني الصحن من البلاستيك كين صحن تاع بلاستيك وكين صحن تاع خشب هذا ريبان تاع بلاستيك إذن بالأزرق الكرسي من الخشب بالبني صنف في الجدول الآتوات الآتية عدنا أدوات يسهل إزالة أثرها وأدوات يصعب إزالة أثرها الألوان المائية يسهل إزالتها السيالة الزرقاء يصعب إزالتها قلم الرصاص يسهل إزالته التباشير يسهل إزالته سيالة اللوحة يسهل إزالتها أقلام الملونة يصعب إزالتها ذهبت مع أمك إلى المتجر العملاق لإقتناء بعض المواد لتنظيف المنزل منها ماء جافيل الصابون الغسول النظاف طيب ما هي مواد التطهير ما هي تنظيف مواد التطهير عندنا وحدة فقط هنا مواد التطهير وهي ماء جافيل بينما النظاف والصابون والغسول كلها مواد تنظيف لننظف بها بينما ماء جافيل هو ماء للتطهير تطهير فقط تطهير طيب وضع حرف صاد أو خاء أمام التصرف السليم أحتفظ بمواد التنظيف بعدا عن الأطفال صحيح صاد ألعب بالمواد التي تحمل ورمز خطأ خطأ لا ألعب بها خطأ أحتفظ بمواد التنظيف بين المواد الغبائية خطأ أتذوق الصابون قبل استعماله خطأ الصابون لا يتذوق أبدا نشوف النموذج الثاني النموذج الثاني تتكون على قمم الجبال ماذا تتكون على قمم الجبال؟ الثلوج التي تذوب في فصل الصيف في فصل الصيف وضعت الأم قرورة الماء في الثلاجة فصارت فصارت متجمدة فصارت متجمدة أي تتجمد الماء في البرودة يتجمد وفي الحرارة يذوب ضعف الخان المناسبة على مجزايد السكر صلب يذوب في الماء الزهرة يتجمد الزهرة تطفو فوق الماء الزهرة تطفو فوق الماء قرورة بلاستيك صلبة وتطفو فوق الماء كذلك قرورة بلاستيك تطفو فوق الماء العسل سائل ويذوب في الماء ثالثا لون بالأخضر المربع عندما تكون الحرارة سبب ما حدث وبالأزرق عندما تكون البرودة هي السبب إذا الحرارة هي السبب اللونها بالأزرق إذا الحرارة هي السبب اللونها بالأخضر إذا البرودة هي السبب اللونها بالأزرق يأكل الطفل المثلجات بسرعة حتى لا تذوب نعم هذا صحيح هذا بسبب الحرارة إذن بالأخضر بالأخضر ذابت الثلوج خلال فصل الصيف هنا يالحرارة إذن بالأخضر أضع الماء في الثلاجة حتى يتجمد هنا يالأزرق رأيت الثلوج البيضاء على قمم الجبل هذه برودة إذن بالأزرق تركت الزبدة خارج الثلاجة في المساء فذابت هذه حرارة بالأخضر اربط الجمل بالبطاقة المناسبة غسل الأواني بعد الأكل تنظيف إضافة جافال لماء الشرب تطهير هذا تطهير وضع الكحول على الجرح هذا تطهير تطهير الجرح غسل الأواني بعد غسل الأسنان بعد كل وجبة تنظيف الوضعي في عطلة فصل الشيتاء ذهبت مع عائلتك إلى جبل جرجرة لقضاء بعض الأيام فوجدتها مغطات بماذا؟ بالثلوج سألت والدتك كيف تشكرت الثلوج يا أمي؟ فأجابتك أكمل بإحدى العبارتين فأجابتك تتحول بسبب البرودة تتحول الأمطار إلى ثلوج بفضل البرودة أثناء عطلة الصيف عدت إلى نفس المنطقة اندهشت بعدما رأيت قمة الجبل دون الثلوج فذكرتك أمك أن الثلوج ذابت بفضل الحرارة لحرارة فصل الصيف طيب نشوف النموذج الثالث لون القرص تحت المواد السائلة المواد السائلة لونها لدينا الحليب سائل الحبر سائل اربط كل أداة بالمادة التي صنعت منها القلم من البلاستيك قرورة الماء من البلاستيك المدور من الخشب الصحن من البلاستيك والاكاين صحن من الخشب كذلك الكرسي من الخشب المشطراء من البلاستيك طيب اربط بالمادة التي تزيل الآفر قلم الرصاص نزيله بالممحات الطباشير نزيلها بالممساحة أقلام التلوين نزيلها بالممحات السيالة الصبورة نزيلها بممساحة الصبورة ألوان المائية نزيلها بالممحات كذلك ممكن بالممحات طيب أكمل الفراغ بما يناسب خلال فصل الصيف تذوب الثلوج لأن الحرارة مرتفعة الثلوج تذوب لأن الحرارة مرتفعة فيتحول من حالته الصلبة إلى حالته السائلة يكون صلب ويقولي سائل الوضعية طلبت منك أمك أن تساعدها في ترتيب مواد التنظيف والتطهير صنفها في الجدول الآتي عندك ماء جافل نظاف غسول الأواني صابون معطر قالب لغسل الملابس صابون هذا طيب هذه كلها مواد تنظيف ماء جافل ماء جافل مواد سائلة مواد سائلة أو صلبة ليس مواد تنظيف وتطهير صلبة وسائلة ماء جافل سائل ماد سائلة صابون ضوف ماد سائلة هذا سائل لأنه ر Davassar القارورة هذا سائل لأنه في القارورة وهذا صلب لأنه كما لكم تشوفوا من الصورة يقدر يعرف هذا صلب وهذا صلب هذا سائل هذا سائل وهذا سائل ضع علامة خطر أمام الصورة التي تمثل مادة خاطرة هذا خاطر النظاف وهذا الفليت وبيد الحاشرة خطر إذن هذا خطير وهذا خطير أردت الأم أن تطهر ماء الشرب فطلبت منك أن تحضر لها المادة المناسبة باشا تطهر الماء تعشر باشا نديروله نزيدوله قطرة من ماء جافل هذا اختر من بين هذه المواد بتلوين البطاقة هذا اللي انطهروا به الماء ماء جافل في الأخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر